أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي بعد انتهاء عدو مريان القطري الغرافة القطري هو اللي دخل في مفاوضات جدا معي المفاوضات دي خلال الأيام الماضية يا كريم توقفت توقفت ليه؟ عشان نسبة وكيل أشرف بن شرقي هم شايفينها كبيرة بالإضافة إلى بنود خاص عايز يضيفها اللاعب للعقد خاصة بتسجيل الأهداف شايفينها مبالغ فيها شوية الكلام ده كان مخلي زمالك يعني رافض تماماً للموضوع وما فيش مفاوضات رسمية لكن برضو في الوضع الحالي أو الوقت الحالي دلوقتي أشرف بن شرقي بعد توقف المفاوضات مع الغرافة القطري فيه إمكانية أنه هو ينتقل لنادي الزمالك بشرط إيه؟ بشرط وجود مفاوضات رسمية الزمالك حتى الآن كريم مش هيدخل في مفاوضات رسمية لأنه كل تركيزه على قصة حل أزمة القيد طب بعد حل أزمة القيد لو بن شرقي لسه متاح بن شرقي هيتم التفاوض معاه بشكل رسمي وجاد جداً جداً لأن هناك رغبة من نظرة الزمالك لعودة بن شرقي مرة أخرى لكن الأولوية لفتح القيد طب موقف اللاعب إيه؟ موقف اللاعب من الآخر ومن غير ما نجمل الكلام الزمالك بالنسبة له خيار تاني لو ما جليش الغرافة أو المفاوضات ما نكحتش وما جليش عرض من السعودية أنا هنتقل وهعود للزمالك مجدداً عظيم جد ترجمة نانسي قنقر